عدنا إلى حضراتكم أهلا بكم في أولى حلقات المجموعة الرئيسية اللي حتابق مع حضراتكم في الفترة القادمة الانتخابات الرئاسية اللي حنتابق معاكم فيها كل الملفات الهمة مجموعة متخصصة جدا مجموعة متخصصة في الأرقام في القوانين الدولية في حوال إنسان في القوانين المحلية في الطرح اللي ممكن يحصل في الاختصاد كل ما يمكن أن تتخيلوه كما مفترض أن هذه الحلقة الأولى النهاردة تكون هي الطريق إلى الرئاسة عشرين أربعة وعشرين في الحياة اليوم زي ما وعدتكم حابق معاكم سلسلة قوية جدا من هذه الحلقات وحنبص في كل الخطط وكل التحركات لكل المرشحين الرئاسيين ولكن الأمر الواقع دائما بيفرض نفسه الأمر الواقع دائما بيحط نفسه أمامك ويقول قادي مش هقول الأزمة ولكن هذا هو أحد الملفات القضية الفلسطينية ما يحدث في غزة ما هو أنت لو بتنظر إلى رئيس دولة قادم إلى مرشح لرئاسة الدولة أنت بتنظر إلى مدى قوة التعامل مع ملفات هامة جدا 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 وستراتيجية والقرار فيها لازم يتقاس يتقاس بأقل من الملي ليه؟ لأن كل قرار وكل تحرك هنا يؤثر على شعوب العالم العربي كله لم يكن جزء من شعوب العالم وبالتالي اسمحوا لي أننا أرحب بديوفي وأقدم لكم الدريم تيم بتاع قناة الحياة والحياة اليوم في الفترة القادمة الفريق الذي سيتابع معكم كل الانتخابات كل الملفات وسنناقشها أمامكم دائما وبشكل مستمر الأستاذ الدكتور صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أهلا بيك أفندي سعيد بوجود حضاك معايا الأستاذ الدكتور عبدالله المغازي المحامي بالنقض الأستاذ القانون الدستوري أهلا بيك وأهلا بيك معنا والأستاذ الكبير طبعا والصديق العزيز عصام شيحة المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أهلا بحضراتكم أهلا بيك أفندي وبيفرد ملف أمن قومي هام جدا نفسه على الساحة وما يحدث في قطاع غزة حبق بأن أعطي لكل شخص من حضراتكم دقيقة يعلق فيها سريعا على الأحداث وهو شايف التوجه عامل إزاي والواقع عامل إزاي أبدأ بالأستاذ عصام شيحة تفضل إفندي خلينا أبدأ الأول أن أقولك كان الله في عون صنع القرار إحنا بنتعرض لأزمة عنيفة جدا بتعالج بدقة متناهية بتتعامل مع منظومة دولية فجة أعلنت بشكل واضح عن الزواجية المعايير بنشوف جرائم بترتكب من التهجير القصري من الإبادة الجماعية من جرائم الحرب المتعددة والعالم صامت بنشوف لأول مرة مجلس الأمن فشل فشل زريع في وقف إطلاق النار بنشوف لأول مرة الدول بتساند وبتشجع المعتدي على الاستمرار في اعتداؤه وقتل المدنيين بنشوف 3000 قتيل في أيام قصيرة 11 يوم منهم منهم على الأقل 700 طفل ولا يتأثر الضمير العلامي الضمير العلامي نائم أنا له أن يصديق تصوري أن هذه الجرائم في حاجة إلى محاسبة إنسانية ربما النهاردة للمرة الأولى باسم محمد تستشعر أنه بعض الدول اللي استمرت في سكينة في اللحظات الأولى بدأت تتكلم تحت ضغط الرأي العام العالمي أنت شايف حرب على الهوى شايف قتل على الهوى شايف تأجير على الهوى شايف عنصرية غير مبررة شايف دعم غير مبرر من الولايات المتحدة الأمريكية اللي طول الوقت بتحسبنا على انتهكات حقوق الإنسان البسيطة في أنه في مواطنة حبس في مواطن معبرش عن حرية الرأي والتعبير وهي نفسها اللي بتشجع وبالدعم وبتساند المعتدي بالأسلحة وبالإعلام بشكل غير مبرر وغير مقبول وغير إنساني بتدعم ده عشان تمكن إسرائيل من الأراضي الفلسطينية